مظبوط ساعدك الأستاذ خالد بالشعب في مكتبي بعد تخرج على طول يعني بقى له سنة تقريبا وخلال السنة دي ما ظهرش عليه أي تصرفات مريبة في الشغل مريبة؟ مريبة عنه يا رئيس الأستاذ خالد بعد إذنك عايز أشوف شغل حاضر يا رئيس في الحقيقة الأستاذ خالد ده إنسان محترم ومحامي شاطر ما شفتش أي سوق سلوك يشكيكني في شغله بس الملف ده وبالتحديد كان واخد كل اهتمامه كان كل ما خش مكتبي كان يبص عليه الملف في إيه بقى ده يا أستاذ فاهمي أعطيت الشكافة بتاعت أعطيها الصوي أعطيها الصوي؟ تمكر من التلطة ملف في القضية من الأستاذ عشان تأجله وتشتغل فيها؟ وهنكر ليه يا فاندن أنا بقى لي ثلاث شغل عند أستاذ فاهمي كنت بطلب منه وأشتغل في قضية شكات بانكية ووصولات أمانة عشان أمضرب عليها ما أنا كنت فاكر كده برده وديته الملف حسنية علشان يقرأها بكتاب لمذكرة وفعلا كتابت مذكرة بس بعدها حضرتك سافرت وقفلت المكتب وصاب لك نسخة من المفتاح طبعا أيوة وحضرتك بيسيب لي نسخة من المفتاح عشان ساعات بيبقى فيه جلسات مستعجلة وببقى محتاج أوراق من المكتب بس للأسف استغلت ثقتي وخند الأمانة أنا خند الأمانة؟ خالد انت متهم بسرقة أصل الشكات من ملف القضية بتاعت الصوم وباع المحام الخاصم وقت مني؟ ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا